بواب البخاري باب العلم قبل القول والعمل ثم ذكر الدليل على ذلك فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنك ماذا يعني كلام الإمام البخاري في تبويبه لهذا الباب العلم قبل القول والعمل نجد بعض الجماعات أنها تبدأ بالدعوة قبل العلم يكون عندهم جهل عظيم ثم تجدهم يذهبون للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهم على جهل فمن جهلهم يترتب على ذلك فساد عظيم ما هو الفساد الذي يحصل؟ لأنهم تجدهم يقرون الشرك وهو أعظم شيء الله سبحانه وتعالى قال لنبيه وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن وأرسله الله سبحانه وتعالى مع ذلك ماذا قال له الله؟ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ أَيَّا مُحَمَّدْ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ أَيْنَا الرُّسُلْ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكُ لَتَكُنَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ أمر الشرك خطير جدا هؤلاء الذين بدأوا بالدعوة قبل العلم وقعوا في هذا المحذور بل إن بعضهم وقع في الشرك يتسمون باسم الإسلام ويظهرون أمام العالم على أنهم من المسلمين وهم يقرون الشرك تجد عبادة الأوثان وعبادة القبور وعبادة الأولياء وغيرها وتجد الشرك وتجد البدع عندهم ولا ينكرون على هذا الشرك الظاهر لا ينكرون عليه وهذا ما أراد الشيخ أن يوضح للناس في هذا الأمر فقال المؤلف أو قال الإمام المخاري باب العلم قبل القول والعمل فهؤلاء بدأوا بماذا؟ بالعمل ويحثون الناس على الخروج وأيضا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولكن ليست على بصيرة على جهد فنجدهم في كل بلدان العالم لكنهم للأسف الشديد لا يوجهون الناس إلى العقيدة وإلى التوحيد وهذا القول للإمام البخاري أمر واضح وصريح في التحذير من القول على الله بغير علم فيجب على الداعية ويجب على طالب العلم ويجب على الجميع حتى العام أن لا يذكر أي أمر من الأمور إلا بعلم لا بد من العلم والعلم يكون بماذا؟ بالدليل من الكتاب ومن السنة فلا شك أن القول على الله بغير علم أمره خطير ولذلك نجد هذا التأصيل العجيب من الشيخ محمد وهو الحقيقة يعني من التأصيل المهم في بابه وهي أمور بسيطة يعني أنا أتوقع الجميع تصل له هذه الرسالة واضحة وبينة أن الواجب على أي مسلم أن يعلم قبل أن يعمل هذا الأساس وإذا علم وجب عليه العلم وإذا عمل وجب عليه أن يبلغ هذه الرسالة بما علم ثم عليها أن يصبر لأن الناس ربما يؤذونه ربما يتكلمون عليه ربما يسيئون له يشككون في كلامه وفي غيره ولكن عليه الصبر والصبر ماذا يعني؟ الصبر أن لا يكون هناك ردة فعل أيضا عندك تكون أيضا يترتب عليها أيضا إنقاص في مكانتك وفي علمك وفي قدرك يجب أن يكون أدعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن